اشتركوا في القناة ولا تصدر للخارج كما شفت أنه مؤخرا من خلال هذه السنة في بداية السنة تم عقد اتفاقية دولية بين دولتين دولة موريطانيا والجمهورية الجزائرية على أهل هرم في السلطة الممثلة بسيد رئيس جمهورية الجزائر ورئيس جمهورية إسلامية موريطانية ثم فيما بعد تم عقد اتفاقيات كذلك بين وزارة الصحة الجزائرية ووزارة الصحة الموريطانية هذا الشيء يسمح أن الفريق الطبي تعمرض كلا وزراعة الأعضاء على مستوى والذي باتنا يخرج للخارج ويخرج لموريطانيا ويجري أول عملية جراحية رفقة الأخوة الموريطانيين يوم جينام أرسكو ثاني هو اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء هذا يرسل جورني مونديال دي دون دوغغان كما تعرفوا باتنا صبح قطب في شمال شمال إفريقيا وفي إفريقيا هو أول مركز في إفريقيا ليعمل في زراعة الكلا كما تعرفوا عملوا كثير من عملية زراعة الكلا الصبح يعملوا في الجزائر حوالي مئة زراعة كلا في السنة وعندهم حوالي أطفال الأطفال كما يتعاملوا إلا في باتنا كذلك يمتاز هذا الملتقى أنه يعني أصبحنا اليوم نتمتع بفريق طبي جراحي شاب أقول شاب وكلهم من مدينة باتنا يعني وذلك اللي بناء ما يسمى بقسم للجراحة الكلا وطب الكلا يتماشى مع الزمن في الجزائر نعالج حوالي 30 ألف شخص يخضع للتصفية الكلاوية الإصطناعية